السؤال هنا الأهم تعرف إيه عن الأقصر أو هل تعرف الأقصر جيدا لو عرفت الأقصر تعرفت على تاريخ وحضارة لا مثيل لها في العالم كله الأقصر مدينة الماءة باب أو كما يسمونها مدينة الشمس مدينة النور مدينة الصولجان قد كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني طيبة بتقع على دفاف طبعا نهر النيل الخالد واللي بيقسمها لنصين البر الشرقي والبر الغربي يمكن معروفة طبعا في العالم كله أنها فيها أكتر من تلت أثار العالم وبتضم عدد كبير من المعالم السياحية والأثرية والتاريخية أهمها معابد زي الكرنك وزي لقصر وزي طريق الكباش في البر الشرقي وادي الملوك وادي الملكات ومعبد الدير البحري في البر الغربي وبتستقبل طبعا كتير وألاف من ضيوف مصر اللي بيجوا يزوروها على مدار كل عام منذ اليوم الأول رفع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب شعار النجاح لإسعاد عائلة الأهلي فشهد النادي الأهلي بمقراتها المختلفة تطويرا ملحوظا وخدمات متكملة تليق بعضو النادي مشوعات ضخمة دايق ما شفنا في هذا التقرير في أهلي الجزيرة وتطوير غير مسبوك أيضا في البنية التحتية لأهلي مدينة نصر صلاة وملاعب عملاقة أيضا في أهلي الشيخ زايد وبداية مشوار حلم أهلي التجمع وكما يقال دائما لا يزال العمل مستمر مع مجلس يرفع شعار تاريخ مبادئ تطوير كمان نهاردة مهم نأكد أنه الحدث اللي احنا بنعيشه واللحظة اللي احنا بنعيشها مع حضراتكم هي لحظة تاريخية بكل المقاييس طليق الحقيقة باسم وكيان النادي الأهلي وطليق أيضا بعظمة وتاريخ وحضارة لؤسر احنا أمام افتتاح نادي الأهلي لؤسر صرح الرياضي الحقيقة مقام على مساحة حوالي 13 فدان بيضم عدد من الملاعب المتنوعة حمام سباحة حمام اجتماعي وإداري يقدر من خلاله النادي الأهلي أنه يتوسع وينتشر والأهم أنه يحقق عدد كبير جدا من أهدافه في مقدمتها طبعا ويمكن من أهم الأهداف دي أنه يوصل لجماهيره العريضة جدا في صعيد مصر وأنه يقدم كمان خدمات متميزة لكل أعضاء بيشارك الأهلي بدوره الوطني والاجتماعي في التنمية المجتمعية ورياضية والإنشائية وتحقيق أيضا عوائد اقتصادية من خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات لحققة كل المعايير المطلوبة بأهلي الأقصر